كتير في حياتنا بنلاقي بعض الأشخاص بيبقى تحس كده أن هما عندهم مهمة رأسية أن هما يحرجوك يدايقوك كده بكلمتين ويرموك كلمتين وسط الكلام ويخلطوا كده الجد بالهزار لكن الهزار يعني يبقى كده مسموم وفي حاجات كده تدايق وتأثر نفسيا جدا جدا ونروح زعلانين نروح بيوتنا زعلانين نقعد فكر بقى طول الوقت يقول لك أنا كالمفروض أرد أقول له كذا طب ما ردتش لي يقول لك ما جاش في بالي هو أحرجني قدام من الناس هو أخذ الموضوع هزار حاجات صغيرة وحاجات تفاصيل كده صغيرة لكن لا بتفرق مع كل واحد فينا بيقولوا أنك هناك فيه حاجة اسمها اللاتهزيب إيه هو اللاتهزيب ده اللي هنحاول نعرفه النهاردة وتأثيره إيه على نفسيتنا ده اللي هنحاول النهاردة نعرفه لك تسمحولي أرحب بضيفي اللي بشرفني الدكتور مينة عادل دكتوراه في الصحة النفسية أهلا بك دكتور أهلا بك دكتور أهلا بك أهلا بك أهلا بك حضرك من نور دايما رب نخليك دكتور مينة إيه موضوع اللاتهزيب ده يعني هو ببساطة جديدة جدا اللاتهزيب هو عكس التهزيب إحنا لما بنتشوف واحد بيتكلم باستمرار باسلوب لائق بيتكلم باستخدام أو بيستخدم الكلمات الإيجابية كلمات الشكر كلمات المهزبة والتشجيع فبنقول فلان ده مهزب في كلامه العكس صحيح بقى اللا تهذيب هو أن أنا باستمرار زي ما حضرتك قلت أنا بتفنن أن أنا أقول كلمات مسممة للأدامي أبتدي أقلل منه أبتدي أن أنا أتريع عليه أبتدي أختار نقطة ضعف معينة فيه واركز عليها كويس قوي ممكن مثلا تكون في شكله أو في طريق كلامه أو في لبسه أقلل باستمرار من أي مجهود بيقوم بي شخص أقام بشغل كبير جدا فقوله أنه ده ولا حاجة ولا له لازمة كل اللي أنت عملته ده أنت ضيعت وقت على الفاضي أو الكلمات الشهيرة أنت عمرك ما هتنفع أنت ملكش لازمة والأكتر كمان والأخطر هو اللا تهذيب المعنوي أنه ممكن بنظرة واحدة أن أنا أقتل شخص كاملا مجرد أن أنا بصله أنه مالوش اهتمام مالوش وجود لأن الإنسان بيدور باستمرار أنه يكون مهم أنه يثبت وجوده باستمرار أنا لازم أكون مهم في أي مكان طيب اللا تهذيب أنا بلغي أهميته بعمله كأنه لم يكن كأنه مش موجود كأنه هو موجود قدامي وده بيأثر على نفسيتنا كتير صحي دكتور ده يعني لو قلنا أن الموت حاجة صعبة لكن حقيقة أن الموت الجسدي أسهل كتير جدا 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 من اللا تهذيب لأنه في الموت الجسدي أيا كانت طريقة فأنا بموت مرة خلاص اتحملت ألم لفترة معينة وخلاص بمجرد ما الروح فرقت الجسد شعوري بالألم انتهى لكن في اللا تهذيب أو أن أنا أقل من شخص أنا باستمرار طول حياتي بشعر بالموت ده فبيبقى شعوره صعب جدا لدرجة ممكن يخلي البعض يفكر في الانتحار أو ينتهر بالفعل لأنه أنا عادي من القيمة أنا ما ليش فايدة بالتحديد لما بيكون الشخص اللي بيقوم بالمغض باستمرار هو الناس القريبين ليا سواء في بيئة البيت أو بيئة العمل وده اللي بنشوف ناس كتير بتعملوا يا دكتور على السوشيال ميديا أنا مش عايز أتكلم عن الاتهذيب أن هما بيقللوا من بعض لكن كمان كل واحد فينا أنا عايز يشعر أنه مهم يعني بيلاقي ناس كتير خالص مثلا بتنزل صور معينة أو بتكتب حاجات معينة هو في الآخر عايز يقول أنا مهم أنا شخص طبعا لو هو يعني شخص مهم قوي مش هيكتب مش هيكتب ده لكن لكن هو طول الوقت عايز يقول لا أنا مهم أنا كويس أنا بعرف أنا أقدر حاجات كده فأنا بجي بقى أطملوا ده كل دي حقيقة عشان حاجة تاني ونكتب كمان في التعليقات بتاعيتنا كلام مش ضريف كمان دي حقيقة وبيبقى يعني كلام بيتخطى كل حدود اللياقة واللباقة لأنه إحنا للأسف عندنا اعتقاد وده من أكتر الاعتقادات الخطئة عشان أبقى أنا صح لازم الآخر يبقى غلط طيب الآخر عمل حاجة معينة عشان أثبت أن أنا صح لازم أهدله كل اللي عمله حتى لو أننا هفابرك حتى لو أننا هضطر أن أنا أجذب حتى لو هضطر أن أنا أخفي أجزاء من الحقيق بس عشان أثبت وجودي في المقابل بلغي الآخر إحنا الاثنين يبقى موجودين إحنا الاثنين مكملين حتى لو مختلفين حتى لو مختلفين وده طبيعي إحنا قدينا اليمين مش زي الشمال لكن الاثنين ضروريين أهلا محتاج دي ومحتاج دي الإيد مش زي الرجل فلو كلنا بصينا من المنظور ده إن الآخر هو مكمل لي مش أحتاج أن أنا هد كيانه مش أحتاج أن أنا أتلزز لأن دي للأسف بشوفها في البعض هو بيتلزز وهو بيهين آخر أو بقى التحدي طب أنا هبعث لفلان ميل أو ميسج هحرق لكم دمه خلاص بعد ذا تارجت إن أنا أبعث لحد رسالة أو ميل أو أشعر يقول البوست على الفيسبوك عشان أقوله إن أنت غير مهم إن أنت حد غير مرغوب فيك إن أنت عندك أخطاء كتير قوي فأنا هده وأنا بتلزز بذلك ده ده بقى في التعاملات اليومية حراك بيتكلم عن الميل لو بتكلم في وظيفة يعني ممكن واحد يبعد في المكتب اللي جنبه ممكن يقوله خلي بالك أنت عملت كده مش مظبوط صحح من نفسك يقولك لأ أبعث له ميل أحرجه قدام باية الزمل بالضبط عشان أثبت إنه لا أنا أنا اللي شايف كل حاجة أنا اللي قدرت أكتشف الخطأ عشان يبان قدام نفسي وقدام مدريني إنه ما فيش حد غيري في المكان من إحنا كلنا بنفرح باللي بياخدنا على جانب يقول لنا بص أنت النهاردة قلت كلمتين مش حالوين على فكرة مش عارف الجاكت بتاعك ماله يعني بينتقدك بس بينك وبينه مش بيحرجك قدام الناس فبيدمرك نفسي ذاته دي ثقافة التوجيه إن أنا بوجه الشخص القدامي يعني أوكي ما فيش حد فينا صحة ما في المية صحيح فأنا عندي خطأ أعرفني إيه الخطأ عشان أقدر أعدله إيه السبب اللي خلي الناس تقلل من بعضها حاجة صغيرة جدا 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 عندنا هوس إنه أنا الوحيد اللي فاهم أنا الوحيد الأوحد يعني عملوا دراسة في إحدى الشركات فاتفاجئوا إنه النتاج بتاعتها أكتر بكتير جدا مما إيه حد يتخيل دي كانت تتعملت طلبة كلية إدارة أعمال اللي شغالين في بعض الأماكن في شركات مختلفة يا ترى إيه التأثير أو إيه اللي بيحصل بيخليهم يبقوا متضايقين فاكتشفوا حاجة المدير عشان يثبت قدامنا باستمرار إنه هو الوحيد اللي فاهم إنه هو الوحيد اللي يستحق يقعد في مكانه إنه هو الوحيد اللي لازم يفضل مدير أو يبقى رئيس مجلس إدارة الشركة فلازم يطلع على الأخطاء بتاعتنا طيب فكان السؤال التالي بيظهر أخطاء كهو زي حد من ضمن الناس قال إنه بيتفنن ييجي قدام الجروب كله ويقول لي إنه إنه أنت بتشتغل كما لو كنت طفل في حضانة طبعا ما بيقولهاش بالهدوء ده بيبقى بانتهار شديد جدا واحد تاني قال لي أكتر موقف أثر فيه من المدير ده إنه كل الشغل اللي أنا تعبان فيه رحمسكم قطعهولي قدام زماجي طبعا ده بيحصل بيحصل إحنا شوفنا الكلام ده ليه؟ عشان أثبت قدام الكل أنا الوحيد اللي فاهم أنا المدير اللي اللي بعرف أدير الدنيا كلها والإصطافل تحتية كلهم غير صلاحين عشان حاجة هو خايف إنه حد من الاصطاف اللي معايا بكرة ياخد مكاني فحين لو بصيلها أنا مصلحتي إن زميلي ده ياخد مكاني عشان أنا بكرة ياخد مكان أكبر صحيح بقى لو ما لقيتش حد ياخد مكاني هفضل في المكان ده للأبد ويمكن الدراما المصريجة جسدت ده بشكل كبير جدا سواء في أفلام أو مسلسلات خلتنا نشوف نشوف ده الناس يعني اللي مشتغلتش في الشركات خاصة بقى فكرة التسويق والبيع والحاجات اللي هي فيها كل يوم حركة كده بشكل كبير جدا لا فيه ناس يعني فيه مدرين يحاول يقطن في اللي قدامه يقولوا أنا اكتهدت من سبعة الصبح التمانية بالليل مش عارف إيه بس ما جبتش يمسك بقى في الحتة الصغيرة ويكبر فيها بالضبط السبب التاني بقى اللي بخلينا نستخدم المغض اللازع يعني خلينا نقول الكلام المسمم هو أن احنا عندنا مفهوم غلط عن النية الإيجابية وعن التربية الإيجابية أنه ممكن النهاردة أنا كأب أو كمدير أي أن كان أنا مين فيهم أنا متخيل أن أنا لو قلت لابني أنت شاطر فده هيخليه تكاسل فابتدأ أقول له إيه لا أنت مش نافع أنت ما بتذكرش أنت فاشل أنت هتسقط السنة دي عشان أدي له دافع أو أنا مدير فأنا لما أقول للصفل تحتية أنه أنت مش نافعين أنت محدش فيكو بيفهم فده يخليهم يبزلوا مجهود أكبر طبعا ده مفهوم خاطئ لأن الدراسة اللي فاتت أثبتت لنا إيه بقى أنه النغض بالشكل ده بيأثر كالتالي 66% على الحافز أنا أعمليش نفسي أن أنا أشتغل 80% بيضيع مننا وقت من خوفي ومن القلق بتاعي أن أنا بحاول أفكر إزاي أتلاشى انتقادات المدير أي مش أن أنا أطوف في شغلي 12% مش مركز في الشغل قد ما مركز في الانتقادات طبعا هو أنا لو عملت كده هيعمل معي إيه بالضبط أنا مش عايز أنا مش فارق معي الشغل يطلع كويس ولا وحش مش فارق معي أطور فارق معي حاجة بس أنه ما سمعش الكلام اللي مش هيعجبني ما سمعش الكلمتين دول قدام صحابي 12% بيفكروا أنهم يسيبوا الشغل لدرجة شركة سيسكو خدت الدراسة دي وبدأت تشتغل عليها اكتشفت أنه اللاتهزيب بيكلف الشركات ما يعادل 25 مليون دولار سنويا عشان أعوض فرق الإحباط الموجودة عند الإصطافة أنا شفت يعني بقى راح جات عن دولة الإمارات الحامن بحبها جدا فكان رئيس الدولة بيتكلم أن الموظفين في بعض الأماكن الحكومية لقوا أن الموظفين سعادتهم أو رضائهم قلت أقل من 60% وهو غير راضي عن كده تماما ده بنعكس في الآخر على جودة المنتج النهائي في العمل وبيعمل مشاكل كبيرة جدا وكانت قصة كبيرة قوي في الإمارات طبعا الإمارات دلوقتي بقت كوكب تاني لكن أقصد الكلام اللي حضرتك بتقوله أن الموظف غير سعيد لأسباب كثيرة جدا ففي الآخر ده بيأثر على جودة العمل ده حقيقي لأنه عشان ننمو بأي دولة أنا محتاج إبداع عايز أخرج بردائرة الروتينية طب إزاي يبقى عندي إبداع والمحبتين غير مبدعين إطلاقا ما فيش واحد محبت ويبقى مبدع ما ينفعش لأنه الاتنين مش هشتغلوا مع بعض الإبداع هو تفكير إيجابي والإحباط تفكير سلبي الاتنين عمرهم ما يمتازجوا مع بعض فدايما المدير أو الأب أو آيا كان هو مين اللي بيستخدم كلمات النقض مستحيل يلاقي في النحية التانية لا هيبقى معاك جروب مبدع ولا جروب هيرفي يطور شغل ولا هيديله كفاءة عالية ولا هيبقى عندهم حماس يشتغلوا بل بالعكس هم يعديم يبصوا في الساعة إمتى نمشي إمتى الشغل يخلص لكن مش هيفكر زي يطور في نفسه مش هيبقى عنده الأفكار اللي يقدمها له بس إحنا دايما عندنا أو تربينا على حتة الزاتية إن أنا ذات هي الأهم وهي أهم شيء في كل شيء يعني ما قفش طبور ما عملش مش عارف إيه تيجي تكلمني ولا كنت عافش أنا مين يعرفك بنفسي يعني مش عارف أو حاجات كده يعني أو يتمسك في إشارة مش عارف ماشي غلط ولا بتاع قال له استناني بس استناني أعمل تليفون بس عشان أكلم أنا مهم فلازم أكلم حد مهم فطول الوقت عندنا حتة الزاتية كل واحد عايز يقول أنا مهم ولا حوالي لا شيء ده عشان حاجة إحنا بنعوض يعني سامحوني بنعوض عقدة النقص اللي موجود عندنا إيه النقص بقى النقص إنهو أنا أنا ما عنديش إنجاز شخصي بي ما عنديش إنجاز ما عنديش فأنا باخد إنجازي من الميزر بأشغال فيه باقد إنجازي يمكن من بابا من ماما بأخد إنجازي من حد مهم أعرفه فباستمد قيمتي من الآخرين لكن تعال لك هذا حضرتك نشيل الوسائل المساعدة الخارجية قولي حضرتك قولي أنت مين اللي بيقول أنا مهم علشان أنا شرغال في المكان الفلاني رائع إيه إنجازك أنت الشخصي. هي القيمة المضافة اللي لو جينا النهاردة في نهاية حياتك حابت تكتبها في كتاب الإنجاز. اللي ممكن يلخص حياتك. عشان كده في كتاب رائع قوي. اسمه مئة طريقة لتحفيز نفسك. أول طريقة اكتب نعيك بيدك. ففي شرح الجزئية دي. قال اكتب ملخص حياتك في جملة. وما هي القيمة المضافة التي تركتها للكون أو تركتها للعالم بعد رحيلك. لو إحنا كل واحد فينا بيدور هو بيضيف ايه للعالم بعد رحيله. وعمره ما هيفكر يا سامد قمته من الآخر. وعمره ما هيبقى عنده وقت يفكر هو أنا زي أقل من الآخر. بالعكس. ده هيبقى كل تفكيره إزاي نشترك عشان بدل ما نوصل للمية في المية نجيب مئتين في المية. بدل ما نجيب مئتين نجيب ربعمية. هيبقى بيفكر دايما في الإنجاز. فخلونا نخرج برا دايرة النقص. ودايما الناس اللي بتفكر في الإنجاز ما بتقفش عند الحاجات الصغيرة. يقول لك خلاص أنا سامحك عديها بس عشان عايزين فيه هدف. عايزين نوصلنا في تارجيت قدامنا عايزين بضبط أنه عارف أنه الحياة مهما طولت هي قصيرة. فنعايز حق أكبر قدر من الإنجاز. طب أنا موظف في شركة وكل يوم أبقى عملت العليا وتمام. أروح المدير يأخذني غسيل ومكوة. أنت عملت وأنت سويت. أنت يابن أنت مش نافع يا ابن. أنا عمال أعلم فيه كل يوم أنت مش جاي منك خالص. على فكرة العملة بيشتكوا منك. أكلام اللي هو يقطم كل يوم. أنا أتعامل إزاي أو أرد إزاي. كويس. خلينا الأول نشوف تأثير ده فعلا على النفس البشرية بتجربة عملية. نشوف. تجربة عملية. تجربة عملية. آه. قادي الإنسان بشكله الطبيعي هو عامل زي الميادي. طمام. فأول ما أروح الشغل النهاردة أنا بنفس في درجة المقاء ده عندي استعداد عالي جدا للشغل. أي. أوكي. طيب أنا قابلت المدير ده. اللي قاعد يحطم فيه. طيب. وقاعد يقول لي أنت مش نفع. ممكن نبعد الكوباب تاعت صباح النور دي يا دكتور بعد إزنا. أوكي. ممكن نخليها كده. أوكي. عشان نشوف الشخصية هي حصل لقيت بقى. فجي المدير بدأ يقول لي أنت مش نفع. طمام. فاللي بدأ يحصل إيه. درجة النقاء بتاعتي بدأت إيه. طيب. أنت فاشل. طمام. بدأت أتعكر أكتر. طيب. أنت عمرك ما هتنفع وعمرك وعمرك أول جملة الاستوانة المحفوظة. أنا وأنا في سنك كنت بعمل كذا وكذا وكذا. طيب. طيب. يا طرح شكل الماء بتاعتنا دلوقتي إيه. باعت نسكة فيه خلال. كويس. طيب. هل الماء دي ينفع تتشارب؟ لا. إذن يبقى أنا بالنفسية دي مش عرف أشتغل. ما عنديش الإنجاز. بل بالعكس. هبقى أفكر إزاي أخرج من الشغل بتاعي. طيب. طيب. هنا أسأل سؤال للمدير. يا طرح حضرتك أنت عايز الإصطاف بتاعك كل يبقى بالشكل ده. يا طرح أنت عايز كل فريق العمل بتاعك يبقى بالشكل ده. ومتوقع أنك هتفضل في مكانك أو هتحقق أي إنجاز. أكيد لا. طيب. أنا كموظف عايز أتعامل مع المدير. فيه تمرين يمكن يكون من التمرين اللي بتحتاج مننا وقت عشان نطقنها. تمرين اسمه الطريق المسدود. خلاص. واسمه كده الطريق المسدود؟ الطريق المسدود. ده بنستخدمه فعلا لما بوصل لطريق مسدود مع شخص. يعني المدير اللي هيفضل يقول لي أنت فاشل. طيب. ممكن أقوله إيه تاني؟ ما هو هنا هدي لي كل اللي أنا عملته. أنا فضلت أشتغل على بروجيكت معين شهرين ثلاثة وفي النهاية قال لي كل ده يساوي سفر. ما عنديش مدخل تاني. طيب هل فعلا على مدار الشهرين شغل يقوله غلط؟ أكيد لا. هي بتبقى غلطة. يعني لو رجعنا للمثال اللي حضرتك قلته أنا عملته وعملته وعملته بس ما قدرتش أوصل لكذا. فالمشكلة يمكن في النقطة الرابعة أو الخمسة. فعشان كده أبتدي أسأل المدير بتاعي سؤال وده محور تمرين الطريق المسدود كله. إنه كويس. حضرتك شايف أن الشغل كله بايز كله مش نافع. طيب إيه اللي حضرتك شايفه أنا مطالب أعمله عشان الشغل ينجح. هنا أنا بعمل حاجتين. أولا بطلب نصيحة من المدير فبعلي عنده أنا الوالدية شوية. فبيبدأ يخرج بردور المدير للشخص الناصح. الشخص اللي بيديني إرشادات أو بمعنى تاني الشخص الخبير. فأنا قلت له أنا موافق إن حضرتك خبير. أنا موافق إن حضرتك أكتر حد بتفهم. أنا موافق إن حضرتك مفيش حد في العالم بيفهم زيك. فديته الإيجو بتاعه. اللي هو بيدور عليه. الحاجة التانية أنا رجعت النفس الهدف بتاعنا. أنا فعلا عايش شغل ينجح. فممكن حضرتك تقول لي إيه اللي مطلوب مني أعمله عشان أنجح فإنا المدير بيبتدي يعمل إيه؟ بيلاقي إن الرد اللي مفروض يعمله هو طب اعمل واحد اثنين ثلاثة شكرا. هبتدي عيد على المدير بتاعي عشان أتأكد إن أنا فهمت. يعني حضرتك أنا يوم ما أعمل واحد اثنين ثلاثة. بالطريقة دي. الشغل يبقى مظبوط؟ أو. شكرا. وروح خارج. هنا أنا بدأ تغير عقليتي وعقليتي المدير. بدل ما أنا خارج وأنا متدايق وأنا عارف إن أنا فاشل أنا خارجه معايا الحل اللي هعمله عشان أبقى ناجح. طيب يوم ما هعمل الشغل بالطريقة اللي المدير عايزها هتفاجئ إيه؟ هو مش هيقدر يقول لي تاني إن الشغل ده بايز لأن أنا عملته طبقا لإرشاداته طبقا للتوضيح بتاعه طبقا لخبرته. فطبيعي هنا المدير هيبقى بيعمل إيه؟ هيرجع يشكر في الشغل ده اللي هو بالتبعية بيشكر في نفسه. حلو قوي لو كملتوا بحاجة بقى. كلمة سناء وتشجيع. إنه حضرتك أفتتني بالجزئية دي بس ما تبقاش نفاق. يبقى بجد ووضف لي حاجة. يبقى حاجة حقيقية حصلت يعني. فحضرتك الدفطلي معلومة دي فعلا فرقت معايا في الشغل. لما نستمر ده على التمرين ده فأقل فترة ممكنة يعني وزن ثلاث شهور هلاقي إن المدير بدأ أسلوبه يتغير معايا وأنا عقليتي بدأت تتغير تخليني كل مشكلة تقابلني أفكر أستفيد منها إزاي أفكر في الحل بتاعها فبلاقي إن أنا خرجت بارة طريق المسدود طمام. حلو قوي الفكرة دي يعني أنا يعني ألطف الدنيا كده ألطفت الدنيا بدل ما أنا أعملت مشكلة على مشكلة وهتطر في الآخر كل فكري إزاي أسيب الشركة وأمشي إزاي أنا مخنوق أنا متدايق أعمل أشتيكي لكل الناس ضبط كده أنا ألطفت الجو كويس ولطفت تفكيري وخدت نصيحة ده في مجال العمل لأن أنا مضطر أتعامل مع هذا المدير اللي كل يوم يديني دوشة تهزيئ طب في يعني في السوشيال ميديا وساعات في ما نتقابل مع صحابنا أو أدب فيه هزار رخم اللي هو برضو فيه فكرة اللي هي تهزيب اللي حضرتك بتقولها دي إن أنا شخص مش مهم دايما عايز يوصل إن أنا شخص مش مهم إن هو أهم إنسان في الكون كله إن هو يعرف كل حاجة وأنا يعني علي فقط إن أنا يعني أحاول أقلده عشان أبقى كويس يعني ده أتعامل معي إزاي لو حد في نفس سني ومش يعني مش مضطر أن أتعامل معي كويس فيما يبدأ مهم جدا في التدريب أن الأشخاص لا يناقشون المعلومات النبع منهم يعني إذن لو خليت دلوقتي حضرتك تقول لي معلومة أكيد عمرك ما هتعترض معي فيها يعني لو سألت على حضرتك هو لون السائل اللي قدامنا ده إيه فرضاً حضرتك جيت قلت لي اللون ده أخضر ينفع دلوقتي لما أنا أقول لحضرتك إن السائل ده لونه أخضر حضرتك تقول لي لا أهو مش أخضر لا بس هتبقى بتنفقني لو قلت لي أخضر لا هو طبعاً مش القصد كده لكن في المعلومة دي هل فعل حضرتك هتعترض معي؟ أنا لو عندي عمل وإنك بفي مشكلة لا طبعاً مش قصدي لكن هو الفكرة في إيه أنا عايز أوصل لنقطة الاتفاق اللي بيننا وبين بعض كل ما هوضح نقطة الاتفاق دي كل ما هوصل الاتفاق مع الآخر وهغير إسلوبه في التعامل يعني اللي بيكتب على سوشيال ميديا علشان ينتقد اللي أنا بقوله أو ينتقد حاجة معينة أنا كاتبها هروح سأله سؤال طيب أوكي أنا موافق أنت ممكن تكون معترض معي في حاجة معينة طيب ممكن تقدم لي الحل أو ممكن تقدم لي إيه الطريقة اللي أنت شايفها عشان نصلح الأفكار أكتر أو لو هو كاتب بوسط أطول هدور هو إحنا متفقين في إيه أنا متفق في الجزئية دي يعني لما هجأتكلم على وليكن الطرق فأنا بتكلم أنه لا أجمعها الطرق كويسة وبدأ إيبقى فيه تسهيلات كويسة جدا في الطرق فحد قال لي لا على فكرة الطرق زحمة جدا والطرق فيها مشاكل وفيه ساعات كتير بتضيع في الانتظار الاتنين بيتكلموا صح ده شايف طرق فاضية وكويسة وميسرة وده شايف طرق زحمة طيب ما تيجي نشوف الاتفاقة آه فيه ده وفيه ده لما يجي حد يقولي أنت بتتكلم بس عشان تثبت ذاتك أوكي أنا أنا موافق طيب الجزئية دي أنا هتغاضع عنها كأنني مش شايفها بس هشوف باقي كلامه هو إيه اللي بيثبت أو إيه النقطة اللي احنا متفقين في عليها طيب ده جانب الجانب الثاني في بعض الأشخاص اللي هي بتشتبوا بس أنا داخل أشتب مش أكتر من كده صحيح أكتر حاجة تفرحهم أن أنا رد عليهم ليه؟ ده ما تردش عليهم بظبط هو بيجتمع عشان يقول أنا موجود طيب لما دخلت رديت عليه أثبتت له فعلا أنه هو موجود عملت له قيمة بظبط طيب أنا لو ما ردتش عليه عشان كده أكتر علاج كن أصم ما تسمعش عشان كده بنلاقي الشخصيات العامة الكبيرة اللي بتفهم لما بيتشتم ولا حاجة يبقى مثلا فنان كبير ولا حتى وزير ولا ولا ما بيردش بظبط لأنه سيفضل يتكلم مرة اثنين بعد كيه هيزهق لأنه أنا ملقيتش اللي أنا أدور عليه الهدف بتاعي حد يديني قيمة ملقيتش القيمة بتاعتي هدور على حد غيره صحيح فأنا بطريقة ما خليته يبدأ عني طمام برضو يعني كما كل واحد فينا يحترم رؤية الثاني أو يعني مش لازم أكون أنا شايف اللي أنت شايفه أو العكس أو أوضح لحضرتك ببساطة كان من فترة قريبة على الفيس بوك كانوا حطين شكل شوز الناس شايفاء أنه هو جري اللي هو رمادي و الناس شايفاء أنه هو لون روز وعلى فكرة دول صحة تماما وهي الموضوع اللي علاقة به مش عارف المخ الأيصر والأيمن حاجات كده أنا مش فاهمها يعني لكن دول شايفين صح ودول شايفين صح إذن نحترم الحتة دي في لعبة مهمة جدا اللعبة دي عشان نتعلمها بدروح أمليل حاجة برسم حرف رقم 7 بالغربي فأنا لو كتبت من عندي رقم 7 حضرتك من عندك هتشوفه كم 8 وأنا من عندي شايفه 7 هنفضل إحنا الاتنين نتخانئ من هنا للسنة اللي بعد اللي جاية حضرتك عايز تثبت أنه أنت صح هو 8 وأنا عايز تثبت أنه هو صح أنه هو 7 ده نظرية الفيل بزلومة دي واحد شايف بعمل يحلف أن الفيل بديه بديه والتاني يقوله لا بزلومة طب ما تيجي نعكس عشان نحلها يا إما هاجي عند حضرتك فاشوفها آه فعلا حضرتك كلامك مظبوطة هي من عندك تمانية طيب ممكن تيجي معايا هي من عندي سبعة اتحرك من مكانك شوف من وجهة نظر الآخر بدل مفضل أضيع وقت عشان أثبت أنه حضرتك غلط أو حضرتك تضيع وقت عشان تثبت أنه أنا غلط طب ما ببساطة جديدة جدا ممكن حضرتك تشرح لي حضرتك شايفها إزاي طب مش كل الحاجات بتبقى بالعقلانية اللي حيارك بتتكلم فيه دي أوقات بيبقى احنا بنهزر أنا لم أطلقش حاجة ده أنا بهزر معاك يعني غسلت اللي قدامي قل له أنا بهزر يعني مش بعمل حاجة ده يعني عندنا وقت فاضي فابنهزر مع بعض كيف مسمحش الحد يهزر معايا هزار يدمرني نفسيا أو يدرني أول خطوة لازم أحط حدود حدود ثاني خطوة لازم ألغي ما يسمى بالتنازل يعني أنا خطت نوعية معينة من الهزار أنا ممكن أقبلها نوعية معينة من الكلمات أنا ممكن أسمعها نوعية معينة من التعاملات أنا موافق أنها هتتعامل معايا طيب أنا حددت الحدود دي وأنا في البيت بعيدا عن أي ضغط طيب نزلت أتعامل مع الآخرين لازم ألغي ما يسمى بالتنازل يعني أنا قايل أنه أنا مش هسمح لحد يشتمني حتى في الهزار طيب نزلت بتعامل مع أصحابي في حد منه شتمني مش هاخد الموضوع بجدية بس ببساطة جديدة جدا من فضلك أنا محبش النوعية دي من الهزار فأنا أعلنت اعتراضي مع أول مرة لكن النهاردة أنا سمحت لحضرتك تقولي الألفاظ دي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ليه في رقم 11 اعتردت طيب أنا الله غلطان صحيح فأنا ألغي التنازل أنا أشكرك جدا حقيقة نورتنا وقفتنا دكتور مينة عادل دكتورة في الصحة النفسية أشكرك جدا أشكرك جدا ممكن حاجة أخيرة نعملها ممكن نشيل اللون ده بزط عشان أعالج بقى الموضوع ده محتاجين نحط السائل السحري بتاعنا وهو ده الحل بتاع كل اللي فات الله المياة رجعت تاني فعلا رجعت المياة تاني فلو حبينا نلخص الحل بتاعنا بشكل بسيط جدا 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 السائل السحري ده نقدر نقول هو سائل التشجيع التشجيع نحن نستخدم التشجيع سواء اللفظي باستخدام الكلمات إن أنا أقدر عمل الآخرين إن أنا أبتدي أدور على الجمال والمزايا الإجابية اللي في حضرتك وأقولها إن أنا أستخدم التشجيع المعنوي وهي أسهل لغة هي لغة الابتسامة المدير الشاطر يعرف يشجع ويعرف يدفع الناس لقدام الإنسان الأب الشاطر والأم الشاطرة اللي بيعرف يشجعوا أولادهم التشجيع ده لغة العظماء يعني دي حقيقة فعلا ويمكن المثال ده بين لنا إنه مهما كنت محبط لما هاخد قدرات مناسبة من التشجيع هاوصل بالشكل ده فحتى لو جي بعد كده حد يحبطني هتبقى دي النتيجة إنه الإحباط مش هيأثر معي لإني خلاص أنا مشبع تماما بقدر كافي من التشجيع حلو عمي أنا بشكرك جدا دكتور مينة هينورتنا وعجبتني خلص التجربة أخذ منك الحاجات تحت عمرك طبعا فان لسه معاكم نروح لآخر فقرة معنا النهاردة لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر